قال نائب وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين الجمعة إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يستعد لمعركة الموصل مؤكدا أن المهم والأساسي من هذه المعركة هو القضاء على تنظيم داعش والسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم دينكين وفي كلمة له بمؤتمر في واشنطن بشأن التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش على الأقليات العرقية والدينية شدد على أن الولايات المتحدة حريصة على التعاون مع سلطات العراقية لحماية الأقليات وأكد نائب وزير الخارجي على همية التسوية السياسية في العراق للقضاء على داعش قائلا إنه إذا لم تكن هناك تسوية سياسية مقنعة فهناك خشية من عودة داعش مشيدا بذات الوقت بما وصفها الإصلاحات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي وإعطاء المجموعات الدينية والعرقية المزيد من الحقوق العمل المضني لتحقيق الاستقرار والمصالحة والحكم الرشيد هو الذي سيضمن بقاء داعش مهزوما إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتلبية احتياجات جميع العراقيين وتطلعاتهم فقد تظهر الانقسامات الأثنية والطائفية وبينما تستعد القوات العراقية والتحارف الدولي لتحرير الموصل فإن حماية الأقليات ستعتمد على مسار المستقبل السياسي للبلاد إذا لم تؤمن جميع أطياف العراق بأن لها مستقبلا فيه فإن الظروف التي أدت إلى ظهور داعش ستستمر وسيكون خطر ظهور نسخة جديدة من داعش قائما